تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مستجدات موقف انتقال الوزرات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنظومة البرامج والتطبيقات الإلكترونية وخلال اجتماع عقده بمقار الحكومة بمدينة العالمين الجديدة شدد مدبولي على ضرورة تطبيق وتنفيذ منظومة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة وما تتضمنه من برامج وتطبيقات إلكترونية حيث انتقلت بالفعل حتى الآن مائة وسبع وزرات وجهات إلى جانب سبع جهات أخرى جار الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها وفي سياق غير بعيد عقد رئيس الوزراء أيضا اجتماعا لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة وأوضح مدبولي خلال الاجتماع الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرنس أن هناك الكثير من الطلبات بشأن استكمال مشروعات التنمية بتلك المنطقة المتميزة مجهة بالتوسع في الأنشطة الفندقية بهذه المنطقة نظرا لقربها من منطقة الأهرامات والمتحف الكبيرة ترجمة نانسي قنقر